السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله نحن اليوم الاثنين سبعتاش جوان يونيو الفين وتسعة عشر وهذا حديثي إليكم في طار رأيي فيما يحدث ساعة الآن تقريبا العاشرة واثنين وثلاثين دقيقة عفوا الحادي عشر ودقيقتين بتوقيت الجزائر كالمفروض نجيك من عشرة ونصف لكننا الآن واصل من صفر إلى البيت وبالتالي تأخرت هذا النصف ساعة يعني فعذرا لكم جميعا انتداء دعوني باسم الكثير من أحرار الجزائر وأحرار البشرية عموما أن نترحم على روح الشهيد محمد مرصي بإذن الله الذي اغتاله السيسي وجنرالاتو ومن ورائهم قوى إقليمية ودولية أطاحت لم تكتفي بأنها أطاحت بالرئيس أول رئيس مصري لم يسبق للمصريين على الأقل في العصر الحديث أن ينتخبوا رئيسهم أول رئيس مصري ينتخب فإذا بيه ما يكملش سنة أو سنة وسبوعين بالضبط محمد مرصي في مثل هذا اليوم في 2012 تم انتخابه واستلم الحكم تقريبا في بداية جويلية 2012 وأطاح بيه السيسي يوم ثلاثة جويلية 2013 سنة واحدة سنة واحدة كانت فيها الثورة المضادة العناصر مبارك إعلام مبارك دبلوماسي مبارك قضاء مبارك مساعدي مبارك كل الناس اجتمعت على ضرب الثورة المصرية والانتفاضة المصرية رغم أن المصريين انتخبوا خمس مرات خمس مرات ينتخبوا المصريين ما بين منتصف 2011 ومنتصف 2012 وكلية الانتخابات بانتخاب محمد مرصي الرئيس المدني أول مرة أول مرة في تاريخ مصر مصر حكمها الملوك سلالة محمد علي تقريبا من 1800 وشوية ومن بعد العسكر منقلاب 52 حكم ناجيب سنتين ثم طاحبي عبد الناصر حكم عبد الناصر لسنة سبعين ثم مات عبد الناصر حكم السادات اغتيل السادات في الواحد وثمانين جاء من بعده مبارك حكم ثلاثين سنة حتى اسقطوا المصريون في 11 فبراير 2011 مع ذلك وفي الوقت اللي يبدأ الشعب المصري يتنفس فيه كانت الثورة المضادة تقوم بعمليات مخادعة رهيبة وبدأ تحريش الناس على مرسي وعلى المدنيين وعلى الانتخابات وبدأ افتعال الأزمات افتعال أزمة البترول أزمة الليسونس أزمة الندر مليون حاجة وكان وراء هذا الأمر أساسا قوى دولية والمنفذ هم أمراء السعودية والإمارات بشكل مباشر وطبعا معهم حكام إسرائيل إذن اغتيال مبارك هذا اغتيال مرسي هذا اغتيال يعني اليوم فيه المحامين نتاعوا وفيه المقربين منه كلهم يجمعون على شيء وهو أنه طلب عشرات المرات أن يرى الطبيب يعطلوا الدواء ما كانش إلا في حالة استثنائية وين يستجابونه محمد مرسي من مولدة 1954 معنى عمره 65 سنة ظل معتقل منذ أن خطف من القصر الجمهوري في ثلاثة جويلية 2013 ظل معتقل في حبس انفرادي ست سنوات في حبس انفرادي ما شاف محامي ما شاف أولاده ما شاف أسرته ولا شيء ولا شيء اللهم ربما إلا مرة واحدة أو كانت هكذا على السريع ربما شافوا محاميها بسرعة لا شيء رئيس منتخب يقوم وزير دفاع اللي هو عينه بالانقلاب عليه وبمباركة ومشاركة آنذاك حزب ما يسمى بحزب النور السلفي المداخلة خاصة والمرتبطين بهم والكنيسة القبطية وبعض الليبيراليين بالقوسين على رأسهم آنذاك البرادعي وآخرين ممن خدعوا من الثوار أو من خصوم الإخوان خاصة بعض اليساريين وبعض الحزب الوفد اجتمع اجتمع الجميع على أن لا تكون هناك حكم مدني في مصر شخصياً كنت أنا ذاك تكلمت واتدخلت وقلت عدة مرات أن الثورة اللي تقوم بنصف ثورة ستكون كارثة أن إذا درت ثورة وبقى الإعلام هو إعلام النظام السابق وبقى القضاء هو قضاء السابق والجنرالات البوليس همان تعلن النظام السابق والجنرالات الشرطة همان نظام السابق والمخابرات والجيش والديبلوماسيين والإداريين وراء الثورة سيقوم بثورة مضادة سيقسركم من الداخل أو ما يسمى بالدولة العميقة في الحقيقة في بلداننا لا يوجد دولة عميقة هذه دولة عنيفة ودولة عبيطة ودولة مجرمة دولة عميقة ممكن تتكلم عليها في أمريكا في روسيا في فرنسا في بريطانيا في ألمانيا ممكن كين الدولة العميقة لدينا دول لدينا عصابات سيطرت على الدول وعلى الأنظمة وذبحت الشعوب كنت أنا ذاك كتبت عشرات المرات في التويتر في الفيسبوك أنه إذا أراد سوى في تونس أو في مصر أو أي شعب ينتفذ على هؤلاء الطغاث فإنه إذا ترك كيان النظام كما هو فإنه سينقلبون وأنه ما لازمش نتغروا آنذاك بالاعتقالات وبعض المحاكمات يعني وصلوا في مصر لأنهم اعتقلوا مبارك والناس كلها تتذكر كيف كانوا يجبوه في البلونكار وما هو خلاص وبدو يموت وما نشعارف واعتقلوا أولاده واعتقلوا رئيس وزراء واعتقلوا عديد من الوزراء وعديد من رجال نهب المال لكنها كانت خدعة كانت خدعة كانت خدعة كما تقريبا يحدث عننا اليوم بالذات كانت خدعة وخدعة رهيبة كان فيه آنذاك المجلس العسكري ربما كانوا فيه بعض الناس بعض الجنرالات اللي كانوا هم صادقين في قضية العمل والاعتقال الاخير لكنها كانت خدعة من الدولة العبيضة العنيفة اللي كانت مدعومة من الإمارات ومن السعودية دعم رهيب ومن عواصم دولية وعلى رأس هذه العواصم ما يسمى بتل أبيب مرسي والمصريين وبدأوا الحديث على القمح وبدأوا الحديث على التصنيع وبدأوا الحديث على الاستقلال القرار واستقلال الاقتصاد طبعا القوى الكبرى لا تقبل ذلك لكن الكارثة واعتقادي المصيبة اللي حدثت هو أن الثوار بدل من يجتمعوا ويتعاون ورحوا تخاصموا بدأوا يقولوا هذو اسلاميين وهذو علمانيين وبالمناسبة بعض السلافين خاصة هذا حزب الزور هذا المصريين سموهم حزب الزور ليس حزب النور المداخلة كانوا يزايدوا في قضية الإسلام وقضية ومن بعد رحوا مشاوا مع السيسي وبعد باركوا السيسي الآن حتى هذا حزب الزور أغلبهم لا يجعلهم حتى يلقوا درس أو خطبة في المساجد مع أنهم ساندوا السيسي مساندة رهيبة الليبيراليين واليساريين والذين ليس مسجون رأوا هارب والبعض قتل حتى من اليساريين ليس فقط الإسلاميين ليس فقط الإخوان حتى من اليساريين الذين كانوا مع الإنقلاب بعض من 6 أبريل وبعض من اللي كانوا معه حمدين صباحي وبعض برادعي عاود هرب البرادعي كان كان هو هو رئيس الجوخة المدنية الجنرالات تلاعبوا بهم ضربوا هم بعضهم بعض ضربوا الإسلاميين بالعلمانيين ضربوا الإسلاميين المعتادلين بالمداخلة خلطوا بين الليبيراليين ضربوا المسيحيين بالمسلمين وتداخلت الناس في صراعات وفي خلافات وهذا اللي يراد له اليوم إعادة إنتاجه في الجزاء تقريبا نفس الوصفة وهذه الوصفة المشرف الإقليمي عليها إماراتي سعودي والمدبر والمنفذ قوى عالمية قوى استعمارية عالمية لا تريد لهذه المنطقة أن تتحرر منطقة الشمال الإفريقي وشاط الأوسط كما يسمى المنطقة العربية هذه تماما كما تسمى هذه المنطقة لعبة دور رئيسي هذا قلب العالم نحن نقع في قلب العالم البحر المتوسط هو قلب العالم كل الحضارات السابقة كل البشرية كانت دائما في إطار البحر المتوسط خاصة الناحية الشرقية من البحر المتوسط هذه مصر اليمن الجزيرة العربية سوريا العراق تركيا اليونان إيطاليا ليبيا الجزائر المغرب فرنسا إسبانيا هذا هو العالم إذا استثنينا بريطانيا اللي في القرن الخامس عشر السادس عشر بدأت تظهر كقوة أو السابع عشر حتى تظهر كقوة عالمية كل الإمبراطوريات السابقة اللي سبقت بالقرن الثامن عشر أو التاسع عشر ما عدا بريطانيا كانت في منطقة البحر المتوسط البرتغال كانت إمبراطورية إسبانيا كانت إمبراطورية اليونان طبعا كانت إمبراطورية إيطاليا والدولة الرومانية كانت إمبراطورية إيران والدولة الفارسية كانت إمبراطورية مصر والفراعنة كانت إمبراطورية اليمن والحضارات التي مرت عليه الجزيرة العربية مع ظهور الإسلام وغيرها إذن البحر المتوسط ومعه البحر الأحمر وما جاوره هذا هو قلب العالم من يتحكم في قلب العالم هذا يتحكم في العالم تقريبا كله ولذلك هناك الأساطيل الأمريكية اليوم والأساطيل الروسية والأساطيل البريطانية والأساطيل من كل العالم الدور في البحر المتوسط وتتدخل ومصر بما لها من ثقة البشري الآن مئة مليون مصر ولها ثقة تاريخي ولها ثقة إسلامي بطبيعة الحال تعتبر أحدى الركائز الكبرى الركائز الكبرى في العالم هذا اللي يسمى العالم العربي هي الجزائر السعودية ومصر هذه ثلاث القوة الكبرى السعودية بما لديها من موقع جغرافي وتاريخي وديني ومالي مصر بما لديها من موقع جغرافي وسكاني وتاريخي أيضاً بما مرت عليه من حضرات الجزائر بما لديها من تاريخ وبما لديها من موقع جغرافي وبما لديها من عدد سكاني أيضاً معتبر وبما لديها من ثروات أيضاً وهي على ناحية الغربية للبحر المتوسط ومن قربها لأوروبا هذه الدول الثلاثة ثم دول أخرى ثلاثة اللي هي العراق والسوريا والمغرب هذه القوة الحقيقية للمنطقة إذن وبالإنقلاب في مصر تم إعادة فرملت ما كان يعرف بالربيع العربي اللي شوهوه وظهروه على أنه شيطان وأنه برغم من الربيع العربي في خلاصته ما هو هو انتفاضة شعوب ملت القهر ملت الظلم ملت الفقر ملت العطالة ملت النهب وملت أن دولها مستباحة من قوى خارجية ومن عملاء ماذا يفعل السيسي اليوم؟ السيسي يذبح أهل سيناء السيسي غالق على غزة السيسي يتآمر على اليمن ويتآمر على سوريا ويتآمر على ليبيا ليبيا هاو الآن حفطر هذا دعم السيسي مباشر إذن بالانقلاب على محمد مرصي نتيجة للخلافات لظهر الآن ذاك بين القوى الثورية ونتيجة للتصورات الضعيفة ونتيجة أيضا للثقة أنا في سبتمبر 2012 كنت في مصر في بداية سبتمبر قلت نروح نشوف الثورة المصرية وميدان التحريض ونشوف عدد من المعارضين كنت نعرفهم قبل حتى الثورة البعض منهم نعرفوا من قبل وبعض منهم التقيتوا هناك من بين اللي التقيتهم يومها صفوة حجازي رأوا في الأسر هو أيضا صفوة حجازي هذا كان يلعب دور أساسي ما كانش عنده وظيفة رسمية لكن كان يلعب دور أساسي في قضية الحكم المدني وكان مقرب جدا من مرسي صاحبه صديقه فالتقيته وسألته سؤال سؤال واحد الأول اللي سألته كان هو اللي همني قتله وزير الدفاع هذا السيسي كيف وصلتم إليه؟ السلام هذا كان تقريبا في 2 سبتمبر أو 3 سبتمبر 2012 والتقيت في مكتبه بعيد حوالي 50 كم على القاهية وقيته مليئ بالنشاط هذا أخونا صفوة حجازي ومكتب وناس فقلت له كيف وصلته إلى سيسي قال لي والله يشوف خلينا نقول لك سيسي معجزة حقيقية قلت له كيف؟ قال لي سيسي جان شيخه اللي كان يعلم القرآن وكان يدرسه قال لنا إذا أردتم وزير دفاع فأنا ندلكم على واحد مفيش أفضل منه وجاء وحدثني أنا وحدث فلان وفلان واتفقنا على أن يكون السيسي قلت له من أين يأتي السيسي؟ قال لي هو في الحقيقة جنرال مخابرات قتله جنرال مخابرات عسكرية طبعا كنت عارف من هو هذا السيسي يعني كنت متبع في الأحداث في مساء مهوش كمار أنا عارفين كل تفاصيل الآن لكن على الأقل وقتله هذا مش يأتي من مخابرات عسكرية قال لي نعم قلتوا تثقون في جنرال من المخابرات قال لي لا 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 اطمئن اطمئن الشيخ اللي درسه وعلمه هو صغير قالنا لي كانت خدعة كانت خدعة هل الشيخ هذا اللي راح لهم كان هو داخل في الخدعة أيضا أما أن السيسي خدعوا وهذا الشيخ خدعوا ولكن في النقطة هذه الاعتماد على شخص والاعتماد على أن يحافظ القرآن وليس حافظ القرآن أمور لا تنظي بهذه الطريقة كم منافق يحفظ القرآن وكم مؤمن قد لا يحفظ القرآن إلا قليلا ولكنه مؤمن حقيقي المنظور إلى هذه ولذلك كان البلتاجي رحم السجون أيضا الآن كان اعترض بشدة وكان زعيم إسلامي آخر شاب صغير عندك نذكر اسمه رحم السجون هو أيضا قال لهم السيسي هذا ممثل لما عينوه زب دفاع مؤخرا أنا في هذه الرحلة التقيت أنوى أيمن نور أيمن نور زعيم من زعماء الليبرالية ما عندهش علاقة بالإسلاميين لكن شخصيا كنت نشوف كل الأطياف يعني والتقيت من عدة أطياف ثقيت يسريين والتقيت الليبراليين والتقيت الإسلاميين والتقيت المعتدلين والتقيت الشباب اللي حتى ما عندهش إديولوجيا وإنما كانوا في الثورة وجلست عدة مرات في ميدان التحرير معهم في الليل فالحديث أيمن نور في حديث قبل شهر معه جال حديث على السيسي وعلى نفاق نتاعه الكذب قال لي في ماي لما بدأت الأزمة تشتد اطلب مني مرسي أن أشكل الحكومة أنا أكون رئيس وزراء وقال لي اختر ما تشاء من الوزراء فيه بس وزير واحد ما تمسوش البقية اختر ما تشاء من الوزراء بس خبرني يعني قال لي قتله من؟ قال له إلى السيسي السيسي أنا اللي عجبني ومرتاح له إلى آخره أما الوزراء فأنت أختار ونلتفق عليه قال لي أيمن نور قتله شوف يا سياد الرئيس اختر أنت كل الوزراء وخليني أنا أختار وزير الدفاع أنا لا أطمئن للسيسي أنا ذا كانت أزمة كبيرة خلقوا لهم أزمة البترول والسيارات والسيارات والباراج والناس لا يجبون كيف يدير المازوت والسيارات مشاكل كانت الثورة المضادة تلعب لعب كبير وكانت المؤامرة كبيرة مؤامرة إسرائيلية إماراتية سعودية خاصة بضوء أخضر غربي وروسي فقال له إلا هال قال له يا سياد الرئيس أنت اختار كل الوزراء خليني أنا أختار وزير الدفاع أنا لنعرف هؤلاء وأنا جدي كان رئيس وزراء زمان وأنا داخل في المصحيح عيمان نور حتى سجنوه في 2004 أو 2005 لأنه ترشح ضد مبارك سجنوه خمس سنوات لأنه فقط ترشح لأنه لتهم هكذا ملفقة واتطار فيما بعد وطلق تزوجسه وتشردوا أولاده وضرب خمس سنين في السجن إلى آخره فقال لي في جلسة قال له شوف مرسي قال له خلينا ندول السيسي ونجلس معه وشوف رأيك لأنه أيمن نور كان مسر قال له أنا لنختار وزير الدفاع أنا ما نرتاحش للسيسي لازم نقيلوه هذا الكلام في أفريل ماي 2013 فقال لي لما أجلس قال لي كنت جلس أنا ومرسي ودخل عندنا السيسي قال لي كان في استعداد ثم جلس في كرسي مقابل وكان ينظر لمرسي في حال استعداد وهو جالس فأيمن نور يقول له يا السيدة المشير السيدة الفريق يعني وقال يتكلم معاه فهو قال لي يشوف في مرسي فقال له انظر إلي أنا نتكلم معك أنا أريد أن أتحدث إليك في بعض المناظر قال له أنا لا أستطيع أن أرفع عينية من جلالة وجه الرئيس مرسي وأتفضل يا سيد أيمن نور أنا أستمع إليك لكن أنا أستطيع أن يحول نظري عن مرسي إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة كان أحبك التمثيلية ومشافي في الخداع وللأسف مرسي وهو خريج المساجد والرجل طيب وخدع به سألت أيمن نور قلت له أنت كان مسجون معك مرسي في بداية الألفين قلت له هل كان بهذه العقلية وكانه حتى يظهر وكانه ساذج من شدة الطيبة وكانه ساذج وكانه درويج قال لي لم يكن كذلك قال لي كان قوي قال لي في السجن كان هو من الأشداء مع السجناء قال لي يتعرض للتعذيب ولا يهمه قال لي بالعكس كان هو ليفعلنا المعنويات وكان قوي قال لي لكن لما أصبح رئيس وكأنه شعر بثقة المسؤولية وهي فعلا زوجته تتحكي تقول أنه تقريبا كل ليلة الوسادة عمر مشمخة من الدموع يعني أمانة كبيرة أمامه أمانة تقريب مئة مليون وبلد وعارف أن هناك ثورة مضادة وووو والآخر قال لي فأصبحت عنده طيبة كبيرة لأنه بالفعل أصبحت عنده طيبة كبيرة تعرفوا كانوا فيه بعض السفهاء من الإعلاميين كانوا يقول له يا حمار يا مرسي وهو رئيس هذو اللي كانوا يقول له يا حمار يا مرسي حشاكم كانوا ما يقدروش يرفع عينيهم في في ظابط آخر ظابط من ضباط مبارك لما جاهم رئيس مدني وإنسان طيب وإنسان ما يدخلش صحفي للسجن وإنسان كانوا يسبوه بكل الألوان نفس الصحفيين اللي أيام الثورة خرجوا يبكوا منهم هذا عمر أديب ومجموعة كبيرة من اللي حتى الآن راهم نحاهم السيسي كلهم تقريبا يعني مجموعة كبيرة خرجوا يبكوا ونحن سمحونا ونحن مع الثورة ومبارك هو اللي كان حقرنا بمجرد ما توقفت الثورة ورحوا الناس لديارهم وخلاص الميدان التحريض في الثورة المضادة وبدأوا يسبوه مرسي ويسبوه في الثورة ويسبوه وهو من اللي حركوا نتيجة للبروباغندة الرهيبة اللي كانت ساعدة أنا ذاك هو من اللي حركوا كثير من البساطة المصريين لأنه بالفعل في ثلاثين جوان تلك المظاهرة خرجوا فيها ممكن ثلاثة أربعة مليون في مصر صحيح ما قالوا ثلاثين مليون في مبالغة رهيبة لكن كانوا كينين مئات الآلاف في القاهرة وكانوا كينين عشرة الآلاف ربما في اسكندرية وفي بعض المدن ما تجاوزوش ثلاث ملايين حسب المصادر الدقيقة طبعا هم بالغوا وقالوا ثلاثين مليون لكن كانت هناك بعض من الناس اللي مشاهدت معهم لبروباغندة لا يمكنك أن تقوم بنصف ثورة إذا قمت بنصف ثورة فاحفر قبرك إذا قمت بنصف ثورة فاحفر قبرك إذا قمت بثورة وخليت جنرالات النظام السابق واعلميز النظام السابق وصحفيه وقضاته وديبلوماسيه وإداريه فأنت تلعب أنت تعبث الثورة حينما تقوم يجب أن تطيح بالعصابة كل عصابة ولذلك نحن اليوم نحب يعود إنتاج العصابة بطريقة مختلفة وجايين بعض الناس إما عن عن طيبة فيهم وعن سذاجة فيهم يقدسوا في الجنرالات وعلى رأسهم قاية صالح قاية صالح اللي من 92 هو يذبح في الجزائريين قاية صالح اللي كان المتحمس للانقلاب قاية صالح اللي كان قائد القوات البرية في 1994 وقائمة طويلة لو كان نبدأ نتحدث عليها ولعلني تحدثت عليها عدة مرات الثورة التي تقوم إذا قمت بالثورة وبدأت تلعب لأنهم لا لديهم أخلاقك لا لديهم طيبتك لا لديهم إنسانيتك لا لديهم ولذلك كثير من الناس يقولوا أن رسوع السلام حينما دخل لمكة قال ذهبوا فأنتم طلقاء نعم لكن هناك جزء في الغالب لا يجبوش لا يعودوش بعض الناس رسوع السلام قال ذهبوا فأنتم طلقاء ماذا تريدون أن يفاعلوا بكم فقالوا أخن بن أخن كريم بن أخن كريم بن أخن كريم وسامحنا ومن يش عارف قال لهم ذهبوا فأنتم طلقاء بصح كاينا ربعة من أئمة الإجرام قال لهم ولو تصوروا ولو تصوروا الكعبة يعني لو كان يطلعوا الكعبة مقدسة عند الرسوع السلام مقدسة عند العرب حتى عند العرب المشركين كانت مقدسة ومقدسة على المسلم كان يتصوروا أصوار الكعبة لو كان يدخلوا داخل الكعبة يجب أن يقتلوا أربعة كانوا أئمة الإجرام الفرق على الناس أن تفرق ما بين المعادين العاديين الناس العاديين هذا رئيس بلدية هذا رئيس دايرة هذا سبيكتورت بوليس هذا كان مع العصابة وما بين كبار الوزراء كبار الجنرالات كبار السفراء كبار القضاة هؤلاء وإذا كنا لسنا مع القتل فعلى الأقل مع التحييد يجب إبعادهم نهائيا 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 لا أعود أن يضربوا اليوتيوب كالعادة ذلك نعود أن نرجع لأخواني في اليوتيوب يجب إبعادهم نهائيا لا تلعبش لأنهم لن يلعبوا إذا عاودوا تمكنوا منك وانت كتلعب لا تلعب وحدك انت كتلعب اليوم مصر كل مصر تعاني شعب المصري مفقر بشكل رهيب أوضاع مصر الآن أسوأ مليون مرة من أيام من أيام مبارك لأن الثورة المضادة حينما تعود فإنها تقوم بعمليات انتقام غير مسبوقة إذا قمت بثورة وإذا أردت أن تتحرر فما تديرش نصف طريق إذا درت نصف طريق راهم إذا تمكنوا منك راحين والله يستعبدوك وهو المثال المصري أمامنا إخواني في الجزائر راهوا إذا لا قدر الله تراجعنا على هذه الثورة على هذا الحراك على هذه الانتفاضة إذا الناس ما تحقتش ما تريد إذا عودوا وتمكنوا راههم سيستعبدوننا راه الجزائر ستصبح سنباع في السوق النخاسة سنباع كعبيد ستسيطر علينا الشركات سنباع كعبيد ليس شرط نباع بالفرد وإنما سيطر علينا الشركات المتعدد الجنسيات وسيطر علينا اللصوص ويعاود حداد وأمثال حداد يكونوا أكثر شراسة ويعاود تحكوت وأمثال تحكوت يكونوا أكثر شراسة وأمثال أويحيا ويجونا سبعين مليون مرة أسوأ من أويحيا هل كان واحد يتصور أن يأتي واحد أسوأ من مبارك؟ نعم ما كانش نسي تصور للأسف إخواني في اليوتيوب ما رأيش يمر فالناس اللي يقدروا يرجعوا إلى ما زال أنا محفل معركة مع هذه العصابات إذن إخواني الحذر ثم الحذر أي تراجع أي عدم تحقيق للأهداف الحقيقية لهذه الانتفاضة لهذا الحراك وهو قيام الدولة المدنية وهو عودة الجنرالية للثكنات وهو قيام دولة العدل والحق والقانون وهو قيام الشفافية وقيام العدالة المستقلة والإعلام الحر وقيام دولة الشعب أي تراجع ستظهر سيظهر سيقومون بعمليات رهيبة وانتقام رهيب انتقام رهيب وانتظهر وانتظهر لما الشعب انتفض ولما قابلوا نزار بالرصاص ولما سئل لماذا اطلقتم على الشباب المنطفذ الرصاص الحي قال لهم مكانش عندنا رصاص الكويتشو هكذا نعم مكانش عندهم رصاص الكويتشو أعطاه سنتين سنتين ونصف للناس ثم عادوا انقلاب باسم النهاء ضد الإسلاميين وضد الفيسي اللي كانوا يجب بنا دولة كذا ودولة كذا ومشاوا معهم بعض الناس مثل ما مشاوا مع السيسي كل اللي مشاوا مع السيسي كلهم بلا استثناء حتى جنيرالاته السيسي غير ثلاث أرباح جنيرالات الجيش اللي كانوا معاه في ما يسمى بالمجلس العسكري انسيبوا نحاه السياده اللي كانوا السياده رح ساجن منهم بعضهم هذا اللي كان حب يترشحها سامي عنان سامي عنان كان هو الشخص الثاني بعد تنطاول في المجلس العسكري رح مسجون الآن سامي عنان ذنب سامي عنان أنه أراد أن يترشح السيسي الآن رح يضع في أولاده أولاده السيطرة على الأجهزة الأمنية وعلى المخابرات أولاده والمقربين منه أولاد خطوه والمقربين من أصدقاء ورهم يضعهم في كل المناصب لا يأمل له وبدعم سهيوني عالمي وفتحت له العواصم الغربية وفرش له البساط الأحمر في باريس وفي لندن وفي برلين وفي نيويورك وفي موسكو وفي بكين وفي توكيو كل عواصم العالم مع أنهم شافوه وهو يقتل في المدنيين أمام العالم في أوت في ساحات عامة مصر نعم القوى العالمية لا تريد منافس جديد وهي تعرف أن هذه المنطقة بما لها من تاريخ وبما لها من بعد حضاري وبما لها من تداخل بين هذه الشعوب المنطقة التي رهن قسم اليوم تستطيع أن تكون لاعب كبير كيف اليابان تكون قوى عالمية كل نعم كيف الهند تكون قوة عالمية ومنطقة هذه كيف فرنسا تكون قوة عالمية ومنطقة هذه كيف لذلك تجتمع علينا القوى العالمية حتى لا ننهب هذه المنطقة لا المنطقة المغرب الكبير ولا المنطقة المشرق العربي ولا المنطقة لا ننهب يبقى الناس عبيض عندهم تعرف أن مصر هي أول مستورد للقمح في العالم وتعرفوا من هو الثاني مستورد للقمح هي الجزائر أو من بين أكبر مستوردين الجزائر هي الثاني مستورد للحليب في العالم الجزائر لمساحتها سبع مرات أو ست مرات بريطانيا واربع مرات فرنسا أو أكثر أو ما يقارب نستورد القمح ونستورد الحليب ونستورد الشيفون ونستورد كل شيء نحن نستطيع أن نكون قوة عالمية فإذا إضافنا لها أخواننا في المغرب وفي تونس وفي ليبيا هذا فقط بلا ما نحكو نضيفه مصر ونضيفه آخرين نقدر نكون قوة عالمية لكن القوى العالمية لا تريدنا أن ننهض تريد أن تظل هذه المنطقة كسيحة معطلة شعوب معطلة شباب معطل نساء معطلة كل شي تعطل وصلوا حتى حطوا على رأس البلاد أنتعنا محنن إذن احذروا إخواني احذروا من هذه أنتع زواف ما زواف شيطنة القبائل الهدف منه راه ضرب الجزائر الزواف ما زواف راه يضرب الجزائر كما ضربوا في بداية التسعينات شيطنوا الإسلاميين فإذا بالجزائر يذبحون بعشرة الآلاف والناس دفع ثمن غالي الآن شيطنة منطقة في البلاد معناها تدخل خارجي على المدى البعيد معناها الصراعات داخلية وفي فترة معينة الحمد لله الآن وقفت أنتع كانوا حابين يديروا علماني إسلامي إلى آخر حتى هذه التعزواف مش ماشية ورفعت الشعارات هذه المرة كم كانت رائعة بركاونا من الفتنة القبائل خوتنا هذا الشعار سيرفع في كل مدن الجزائر بإذن الله وبركاونا من الفتنة العرب خوتنا وما عندنا شاوي عربي قبائلي مزابي تارقي كلنا إخوة نريد أن نتحرر نريد أن لا يحكمنا واحد مثل طحكوت واحد مثل أويحيا واحد مثل سلال واحد مثل توفيق واحد مثل طرطاق وجنرالات آخرين نريد أن نكون شعب حر وأن تكون بلداننا قوية ودولنا قوية وشبابنا ليس هارب للبحر ولا هارب للمخذرات ولا تاية في أوروبا ولا تاية في عالم آخر نريد أن نعود لصناعة التاريخ وصناعة الحضارة العالم الخارجي لا يريدنا أن نكون ذلك هذا طبيعي كل القوى العالمية حينما تسيطن لا تريد أي منافس لكن الأمر في أيدينا نحن أن لا نخدع مرة أخرى ما يلعبوش بنا نحن إخوة ونريد دولة مدنية قاعد صالح اليوم عاود يحكي لنا وهنا ندخل في الموضوع هذا الآن الثاني لأنه مترابط قاعد صالح داري خطاب طويل في بشار ويتكلم عن الدستور أنت تتكلم عن الدستور من يعطيك الحق إذا تكلمت عن الدستور كان عليك أن تخرص أن لا تتكلم لأنك أنت فقط نائب وزير وأنت جنرال كالمفروض ما تدخلش في شؤون الناس قال لك أنه يؤكد أن لا حل خارج القانون والدستور القانون والدستور طيب في تسعة جوليا تنتهي مدة بن صالح من سيكون الرئيس من من سيكون الرئيس حاب أن تخلوا بن صالح رئيس هذا لست دستوري هذا ضد دستور المادة ميو اثنين اللي اعتمدتوا عليها لا تعطيلوا الحق إلا في أقصى تقدير تسعين يوم يوم ثمانية جوليا هو آخر يوم لبن صالح يوم تسعة جوليا تكونوا خارج الدستور نهار لي عينته لأعمامرة نائب وزير نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية هل يوجد في الدستور شيء يسموه نائب رئيس الوزراء هل يوجد في الدستور شيء يسموه الجنرال الجيش هو اللي يقول القضاء وش يدير هو اللي يحارب الفساد هل هناك شيء في الدستور يقول أن قائد الجيش قائد الأركان أو نائب وزير الدفاع هو اللي يقوم بمحاربة الفساد ويأتي في كل خطابات ويقول لنا نحارف الفساد نحن مع الحرب على الفساد نحن مع إدخال ويحيا وسلال لكن هذا غير دستوري إذا جيتوا للدستور إذا جيتوا تحطوا على الدستور فهذا غير دستوري هذا غير دستوري الدستور لا يسمح لقائد الجيش أن يعطي الأوامر للقضاء والقضاء يتحرك بعد ما يقوله قائد الجيش هذا غير دستوري هناك مادة واحدة في الدستور تتكلم عن الجيش هي المادة 28 فيما تذكر وتقول بصريح العبارة أن الجيش هو للدفاع السيادة الوطن وليس التدخل في الشأن العام ليس التدخل في السياسة إذن أنتم خارج دستوري يا جايد صالح وقلنا لك 70 ألف مرة جايد صالح أنت حقيقة لا تستحي ولا تريد أن تسمع وتهدد الناس وقاعدة تقول بأن هناك قوى ولا تريد الانتخابات من لا يريد الانتخابات؟ الناس تريد الانتخابات لكن لا تريد الانتخابات اللي يعارفينها كما كانت من قبل الناس لا تريد انتخابات يشرف عليها بدوي اللي هو زور 6 ملايين استمارة وزور الانتخابات السابقة كان وزير داخلية الناس لا تريد انتخابات وبن صالح رئيس الدولة اللي هو كان يقول بأن أبو تفليقة لبس عليه بصحته وسيذهب ويفوس العهد الخامسة الناس لا تريد انتخابات والولات هم الولات وضبط مخابرات هم وضبط مخابرات والتزوير هو التزوير الناس لا تريد إعادة إنتاج النظام الناس لا تريد ذلك أنت تريد إعادة إنتاج النظام لن تكون هناك انتخابات إذا كنت تسمع للشعب رغم يقوله لانتخابات مع العصابات الشعب رغم عنده حوالي 120 يوم بعد خمسة أيام نقول له 120 يوم أربعة أشهر خرج في الربيع وخرج في رمضان وهو يخرج في الصيف يقول لك لانتخابات مع العصابات يقول لك نريد انتخابات نعم ولكن لا تعودوا لنا حاج موسى موسى الحاج لكي تجلبوا بنا عشر سنين والعشرين سنة وحدة أخرى والأوضاع الإقليمية والأوضاع العالمية متضهورة والإقليمية متضهورة والبترول ينهار وما فيش أموال وطابعين دينار والناس راه تزيد في الفقر والقهر وبكالوريا تقطع للناس الأنترنت جاي باليوم خطاب مكرر معاد وكأنه يعيش في كوكب آخر ويقول لك الناس بكالي يقالوا لي لا 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 شخص معها كيف لا شخص معها هو الحاكم الفعلي هو راه يكرر في نفس الكلام راه يقول لك لازم رح انتخابات تخبر رئيس الآن بنفس الإدارة بنفس الولات ببدوي ببن صالح معناها نجيبوا ورون بلاس ونبوت فريقة هذا مكان ويلعبونا على أساس أن دخلت ويحيى ودخلت أولي الوصوص كان مفروض أصلا ما يكونوا لا وزراء ولا رؤساء وزراء لو كان جاينا في دولة الحق والعدو والقانون تمنون علينا أنك دخلت وصحابكم لو كنتوا تسرقوا معاهم تسكروا معاهم ما هذا صراع بناتكم على السلطة أنتم معارفين لو كان يعاود توفيقي يرجع وصحابي رحين يضحوكم رحي وإلا بقيتوا هاك رحين يديروها لكم رحين يديروها لكم يا أخبياء لو كان جا عندكم عقل الشعب رح أعطاكم فرصة كبيرة لكن قاعدين يتبعوا في واحد عنده رابعة ابتدائي ستدفعونا الثمن وثمن غالي يا قايدي ويا بوعزة ويا شنغريحة ويا زراد ويا بشار ستدفعونا ثمن غالي لأن ما زلتوا حاطين هذا الجاهل الأمي الفاسد أخلاقيا والمفسد هذه الجمعة ستكون جمعة قوية وسترفع شعارات ضده وإذا لازم الأمر ضدكم أنتم أيضا وترفع صوركم مرة أخرى حياكم الله يا إخواني ترجمة نانسي قنقر